أقول ذلك في كل لقاءات الإعلامية عبر كل الوسائل أنه إسرائيل ستقوم بالقضاء على حماس في غزة أو بالقضاء على قطاع غزة وهي للأسف الشديد قضت على قطاع غزة ولم تقضي على حماس بالمناسبة وستنتفت بعد ذلك لحزب الله ومن ثم إلى إيران في الوقت الذي حزب الله يحتاج فيه إلى الدعم الإيراني القوي تتنصل إيران من هذا الدعم ويظهر بزشكيان الرئيس الإيراني على سي أن أن وفي الأمم المتحدة كحمامة سلام وليس كقوة دعم أن إيران ستترك حزب الله لوحده في هذه الحرب أم سيكون لها موقف أكثر مما نتصوره لا أعتقد أنا متأكد يا أستاذ نجم أن إيران تركت بالفعل حزب الله التصريحات الإيرانية التي لم يسمع عنها الأستاذ عماد ويقول لك نشوف السوشيل ولا أسمع للسوشيل لا يا أستاذ عماد تابع تصريحات الإيرانية على رأسيهم رئيس الدولة الإيرانية إنما التصريحات الجعجعة الفارغة مثل رئيس الحرس الثوري الذي قال قبل أيام ردنا سيأتي خلال أيام لم يحدث أي شيء ولن يأتي رد ولن يسقطوا ذبابة داخل إسرائيل وقبل حديدية لحضرتك بتتحدث عنها قوية وصدت تقريبا تسعين في المائة من الصواريخ العشوائية التي أطلقها حزب الله ولم تقع إلا قليل منها في أماكن يعني فجرت سيارة أو ضربت جزءا من منزل أو من مبنى وانتهى الأمر على ذلك التقدير لم تصل إلى أهدافها كما ادعى حسن نصر الله ولا يوجد كما تدعي حضرتك أنه يعني يصورون ما حدث في غزة وفي بيروت ولا يصورون ما حدث في تل أبيب والمواطن الإسرائيلي لا يذهب هنا ولا يذهب هنا ولا يذهب هنا لا مواطن الإسرائيلي عايش حياته زال فول إذا كانت القبة الحديدية تقوم بدورها كما تصف لماذا هذا الهروب المستوطنين والمطارات والإسرائيليين يعيشون في حالة دعر إذا هم مؤمنين بعقيدتهم العسكرية ومتيكدين من كفاءة سلاحهم لماذا هذا الهروب؟ صحيح هؤل لحضرتك حاجة يا أستاذ عمي هناك طبعا مواطنون يستحملون ما يحدث وهناك من يخاف وينزح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر